مساءكم سعيد نحلو للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة لا يهوم ولكن دائما سنبقى متواجدين بدون انقطاع بدون توقف حتى نأخذ الحقوق ديانا كاملة مكتملة غير منقوصة ولكل شيء هدي يتجر في كاروسة إذن قبل من بدأو نتير لثيمان أن الأستاذ الكاتب العام ديال الفنو التوجه الدموقراطي يعني قام بواحد الندوة وقام بالإشراف عليها وبالتنظير ديالها الكاتب العام للفنو التوجه الدموقراطي وكان بحضور بعض فعاليات يعني القانونية والفعاليات النقابية وحضر حتى يعني الكاتب العام ديال سيدي تي هذا يؤكد أنه كان هناك سينقات ديال طلاقي وتنشوفه حتى أنه يعني النقابة المركزية ديال سيدي تي تدعو إلى الاحتفال بالاحتجاج إلا الاحتجاج مش احتفال إلا الاحتجاج في حين أنه كانوا قبل قال لي كودي لكانت هناك شيء أشياء إيجابية رغد ندروه من فاتح حيانة فاتح ماء يوم للاحتفال ما كانش حاجة إيجابية رغد يكون هناك يوم سنخلده للاحتجاج سيكون يوم للاحتجاج إلا بما أنه من ذوي الاحتجاج والآن ولو تيقول لك بأن الحكومة رامل تزمت باتفاق ديال 30 أبريل 2022 إذن كان هناك يعني شيء تداعيات اللي تنشوفه وهلش تيجي الندوة إلى آخر وجه مرتبط سنشوفه كان ينجوش حسب الصياق كان ينجوش أولا كان الإقساء ديال الفنة وجود ديمقراطي كان قابة يعني دات تمتيلية ولها الصفة القانونية والتشريعية باش يعني تكون متواجدة في جميع اللقاءات والاجتماعات التي تدعو إليها النقابات مع المركزية النقابية تنسوفه للأزهف الشديد 24 مارس و 25 أبريل يعني تم الاستثناء ديالهم والإقساء ديالهم وعدم استدعاء ديال الفنة التوجود ديمقراطي نقدرون نقولوا إحنا 24 ديك الخاوية في العامرة اللي كانوا قالوا وكانوا اتطافقوا أنا داك وقالوا لدك النقابات الأربع أنت ومن اللي طلبوا اللقاء وبناء عليه فالوزير استاجه يعني لبى الدعوة ديال هادك النقابات الأربع ولكن 25 أبريل الحالي هذا يعني راها الوزير واللي استدعى النقابات الأكتر تمتيلية إذن على مدى بناء القرار دياله بعدم استدعاء لفنة توجود ديمقراطي هذا تساؤل ولكن للأسف الشديد تنشوفوا بأن النقابات يعني لن تحرك ساكينا كأن هادك النقابات يعني لا يعني ما عنداش قاع في الحسبان دياله بحال ما أمرها كانت تتقلس معها وكانوا يجتمعوا كاملين وكانوا تديروا واحد مذكرة موحدة اقتراحات مشتركة إلى آخره فحتى أن هاد النظام الأساسي فهدوك المقترحات اللي كانت تتمشي ومذكرات الموحدة اللي كانت تدلي بها بها النقابات ركنت تدلي بها بخمسة بما فيهم لفنه إذن هادك اللقاء ديال خمسة وعشرين أبريل فهو اجتماع ديال اللجنة لجنة صياغة النظام الأساسي وبالتالي فكان لزوما على يعني استدعاء لفنه التوجه الدموقراطي باش تحضر ما كانش هناكش مبرر قانوني نهائيا إلا أن الحجة ديالهم وما أنهم ما تيبغوش يعني الحضور ديال الفنه التوجه الدموقراطي لأنهم تيخافوا من يعني أن الشغيلة توصل بما يجري داخل الجلسة إذن هناك يعني أسرار متى تبغيش تخليها تخرج إذن مدام كين هناك أسرار إذن كين شي حاجة للتي لا تصبوا في صالح الشغيلة أو قد يعني تسبب واحد الشوشرة بالنسبة للشغيلة نعطيكم على سبيل المثال مثلا غير بعض كما تيقولوا بعض المعايير المعايير يعني الكريتير اللي غد يكونوا في شبكة التقييم ديال الأستاذ شبكة التقييم أنها غد تكون ترتكز على أشياء حاس يعني على معايير قابلة للقياس والحساب والتقدير غيقول لهم يخدموا بالإنتاج تكون عندك إنتاجية مرضوضية وإنتاجية بحال كي مكن تيشير والي بنكن المغرب قال لهم لا يمكنش زيادة في الأجور خاص بش كون الزيادة خاص بش كون إنتاجيا ما كانش الآن ما كانش إنتاجيا ما كانش متحلموش بش عجز زيادة في الأجور نهائيا إذن نفس الشي ترقية قال لك ما كانش ما غتكونش بترقية لو بغيته الترقية خس تكون عنده الأستاذ وعنده مرضوضية وتكون عنده يعني انتاجية ويجسده داك يخلي الآطار دياله الآطار للطراز دياله يخليهم على المتعلم مش حتى على يعني العمل ديالك العام بصفة عام على الآطار للطراز على التلميذ طراز عميليتي ديالك تبقى على التلميذ إذن هنا هاد الشروط اللي هي قابلة للقيس والحساب والتقدير اللي غا تولي عندها وحد عندها اللي تولي وفق السلطة ديال يعني الطاقم الإداري اللي هما هاد المتصرفين الآن إسنادا ومسلاكا اللي قاد دولهم الأمور ديالهم ودمجوهم بآطار رجعي من 2016 البارحة رقلت لأن ملح ضاعش وريشيرا معروفة يعني خمسات السنين والرتبة السابعة خمسات السنين حنا رقلت بأنهم رجعوا بستة سنين ناشي خمسات السنين ها خمسات 2016-2021 قيدوا الترقية بالاختيار هنا هنا طاح الريال وهنا اللعبوا عليه هنا طاح الريال وهنا اللعبوا عليه أنا نقول لكم واحد القادية فتحوا هاد القوسين هنا هاد هاد المتصرفين اللي كان عندهم المسند 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 أصحاب المسند وصحاب المسلك اللي تيسلك اللي تيسلك ويسلك هادو المسلك وصحاب الإسند إذن هادو راتهم وبيناتهم كان وقع واحد واحد تضاروب ووقعتهم وبيناتهم واحد تشاش هاد قولوا ليه كيف هاش دولك صحاب الإسند صحاب المسلك هما اللي كانوا داروهم في الفين واثنين وعشرين يزربوا عليهم هما اللولين كما قلت لأنهم هما دائما تزربوا عليهم هما اللولين تخطيطوا التوجيه إلى آخيره ومفتشين طاقم الإداري كلهم قادوا لهم لأن الأمور اللي غادي تنزل فيها بزاف دي المسائل اللي ما غاستوعباش أستاذ وخاص يعني يجدوا الأمور دي الإدارة باش هما اللي غادي يجدوا الطرحة للأساتين لأنها غير خاص تولي عندك تمشي على وتمشي فوق العجينة ما طلخبط عايش لا دي سيبلين ولا هيبيلين وهذاك لا بغيت الترقة بغيت يكت يزغبي يغقع بي لهم لك حل شغلك هادي طبق آقال يسرحو بي تتصرب عطا عشر سنة للدوز إذن هنا يا قلنا زي دول المتصرفة الليش وقعوا حل الخلاف بين المتصرفين ومصحاب الإسنات هذكش الليش الإسنات درو كايرا لأم اللي يفات ما كان ممكن لأم اللي يفات يجدوا لهم داكش داك لأم يجدوا لهم داكش لا قالوا لي مش غدي تديرو غدي تخلوهم عام هذي غابش يدير بطلابين منه حسب رغباتي عام هو قال سيديرها حسب رغباتي عام انت رابينا فيها شي حاجة لأنه كان هناك خلاف بيناتهم هذيك شي الليش خلوهم مثل الآن اللي غيروا لهم الإطار إلى متصرف بآطار الرجع الوحيدين اللي غيروا لهم بآطار الرجعين من 2016 يسنادن ومسلاكا إلى متصرف وهما للإشارة هما اللي في 25 جابوا لهم زفوا لهم الخابر ديال يا حلو انت يا جاميل اللي احتفلوا به الإسناديين قال لهم رح نوقفنا معاكم وقال دينا للكم الأمور ديال ما عذرناش لكم بتخليناش عليكم وراكم غيروا لكم الإطار إلى متصرف من 2016 وراكم غدي تقيدوا غدي تقيدوا في 2021 اللي استوفى الشرط الشراط ديال خمسة السنين في 11 يعني را غدي تقيد في طرقية بالختيار ديال 2021 وغدي نديروا واحد اللائحة استدراكية وهنا تاها الريال هنا اللعب عليه هنا قلنا لكم فات القناة ما كانت تفرشيخ وما كان هالفرشا وما كان هالخرشا والكرشا والهم الكحل وهدي التجاوزات ديال الإدارة لما هو في جيستيونار وللنقابات الموالية إلي را غنفرشو هاد شلي كين ما كين ما تقول أنجوه هنا عن المتصرف غدي نوقف نوقفوه هنا عند أصحاب الإسناد والمسلك لأنها تديروا ازدواجية وازدواجية في المعامل في المتعامل مع الميل فات هذا يعطيه هذا ما يعطيش هذا يدير ليه أطار رجعي وثرة قبل من هاد المالك هل يضربكم fon leverage والزينزانة التاسعة را تقاعدوا بالتاسعة هم اللاولين را shines z íيفان التاسعة دا عايد مادة 113 ربعة ربعة توان وخمسة لل voulez عرض لله قالهم الكحل يضربكم الفين وثلاثة احنا اللاولين هادو اللاということで هادو هذا tän occurrence قالهم ليه هم اللاولين استفدوا الفين وثلاثة وقيل وستافدوا 28 تعديل في 2011 وستافدوا في 2019 وستافدوا في الهم اللي يضربكم وجين دركتاني مصبقين ومن على طلع الهم اللي يضرب ولا كرة المشكلة في هالهم اللي كل واحد موكل على الاخر خليه سير انت ضربه ودير الزفتة يجي ويا كل بارده هادو مرط يحضل على التعليم وطي يحضل على الهم وما اللي يخلوه نيت ناقابة خاصة تخدم بهالكم تحقق الأمور ديال للناس اللي يوقفوه معاه وهذا رجال سيمر سميرية باش حضي مرط وفين كيناق يجي حضي اللي هم لك اهل عاطي ميد درام في الشهر تقول لي يصير داك جدير داك يجي قيب قيبني اينا دي من وراي يغنم لك حل يضرب هم لك حل يضرب استسمع من الإخوان والأخوات أنا نجو هنا قنوقفون متصرفين قنوقفون هنا علاش خلوه معاه كان خلاف بيناتهم بين المتصرف وبالاسند وما قدتهمش غير وما قدتهم انهم داروا لهم اه يعني ديال الادماج في المتصرف باطر رجعي من الفين وستاشا دي ما ما قدتهمش غير باش يمكنهم من التقييد في التارقية بالاختيار ديال الفين وواحد وعشرين وباش تعرف بأنهم بتتهمهم هما هادوك اللي في اللي جان تونائية وهادوك والقواعد ديال هم والعائلة ديال هم وكل شو احنا عارف اللي كين وجمعوا اللي جان شهر وما ديال اللي جان شي متبعاشي تكملو خلوه خلوه هادوك المشارع المراسيم يقادوا في خدمتهم وسناه واربع عشر يانير وجوه اعطوهم شهر لجان تونائية ودوز ليداتك كل شي هاداك شي باش يدوزوا هاد ديال الفين وواحد وعشرين في نفس الشهر يتجمعوك تأناهم ديولهم تتهمهم يخرجوا اللوائح في نفس الشهر ومن هنا شهر تستقلك يتخلصو لقاع لا كترت هاد هاد شهر يتخلصو قال لك شهر ستا ما كينش هاد يالهم يخرجوا هاد ما كينش اللعب تلعبوا همو هاد المتصريحين دولك كان وقع واحد واحد نزاء بيناتهم يعني واحد اختلاف بيناتهم او خلاف لا موين دولك المتصريحين حين الاغلبية ديالهم الجديد بالميكا الميكا صحاب الميكا كيلي يالله راه اكينين منهم ديل تسعينه كيلي هاد يالستة وتسعين سبعة وتسعين حين دولكاياش كل كانت يدخل يتغير الايطار تغير مكلفين خارج السلكيهام تغير الايطار ليتنمشي الهنا مشي المفتشين تمشي داك تمشي تشد العدارة يأسناد ولا المسلاق ولا الهم لكحل خاصك تكون من الناقابات من القواعيد ولا زنطق هزو طلق والله ما كنتي لا شفتادش هما هذك الشي هما دائما تستافد هما اللي دخلين الادارة وما اللي شدوا الحضاعش وما اللي قادوا الامر ديالهم مسائل مقادة من الفين وحضاع من الفين وثلاثة يتفتح الحضاعش هما اللي اولين يتفتح اوريشيل هما اللي اولين والناس في قتلي سبعمائة الف سنة وهي ديمن هدو قديم الناسين هما عمروا ماشي يجوق ويقول ورا واحد في احنا كنا كنا هذك السعامين يدزنا ربقى وضروا منا ندوك زم ملونين اللاق هم ملونين خصو ميدوزو لا بقعت لك شي حاجة قصير جري طوالي والله اخرين ريوكم سينين مراكينين مراكيز ديال المراكيز قصير عود لنبق كوين بديل الخلاق يجي يقول لكم ما تبقى من ١٨ و ١٤ قصير لكم على الميل فات ديال الزنزان عاشرة ولا المقصيين ولا الهم لكحل ولا الضحايا النظام تهدمون لكم على الهم لكحل ديضربكم صيرو التعاود الخبازات استسمح من الاخوات نشو هاد المتصرفون وتجاوز اللي باغين يديرو وهاد الشي خصو خصو ينتابع ليه إصلاح الإدارة وإصلاح الإدارة والمالية والهم لكحل خص هاد الشي ميدوش نهائيا لأن القانون رفوق الجامعة والدعمي الحق يعلق ولا يعلق عليه القانون رفوق جامعة لقد قدروا لنا المشكلة اللي وقاقها أن المتصرفين إسنادا ومسلاكا إذن غيروا لهم غيروا لهم الإطار من 2016 المسلاكيين هم الأولين هاد العام غيروا لأصحاب الإسناد مني غير يخرجوا الترقية بالاختيار برسم 2021 دولك الأصحاب المتصرف اللي كان عنده المسلاك وغير المتصرف ما باغيش أصحاب الإسناد لغيروا المتصرف باش يكونوا معاهم في نفس البطانية يعني آش تنعرفوا أن الإطار دي المتصرف الآن متصرف طرباوي مني تيك ولي عنده إطار متصرف طرباوي رمتي بقاش تيهمنا الآن تتقول وش كان إسنادا ومسلاكا إسنادا أو مسلاكا وكان في الماضي إذن ولا عندك إطار دي المتصرف طرباوي إذن مني تتجد بغير الترقية بالاختيار برسم سنة 2021 اللي قالك عيدير استدراكية خصدر لائحة واحدة في الجميع جميع اللي غيروا الإطار إلى متصرف طرباوي يعني المسلاكيين زائد الإسناد كلهم كلهم والمجموع ديالهم كامل إجمالي يتاخذ منه فقط 36% 36% هذا هو القانون لأنه عندهم إطار واحد هما أش تقولوا قال لي كاود دي هذا المسلاك تقولوا كاود دي لدخله معنا أصحاب الإسناد فهما رأقدام وحيلين وميلين وعندهم الأقدامية وهما اللي غادي يدوزوا اللولين وحنا غادي نتلاهوا لأنهم باقين جداد صحاب الإسناد الإسناد وحيلين وميلين أولد أمي غادي يدو لهم الحصيصهم اللولين غادي يدوزوا إلى متصرف طرباوي لأنه غادي تكون عندهم بتاهمة القوة هذه الستة وثلاثين في المياق ها ستة وثلاثين في المياق ما سيغايدوز كل شيء ترقية 2021 الآن هما أش تقولوا وهو بعض الناقبات قال لي كاود دخل إلى آخره قال لي كباقي حقا ما حقا متصرف غادي غادي قولوا متصرف طرباوي أصحاب المسلاك يعني ببعدهم نديروا ليهم لقي حوحدهم و المتصرفين اللي كانوا عندهم الإسناد نديروا ليهم لقي حوحدهم أصحاب المسلاك المتصرف طرباوي أصحاب المسلاك ياخدو 36% والمتصرف طرباوي أصحاب المسلاك ياخدو 36% منهم ما حلو الله وعدنا هنا يا و 72% أتقول لي عدنا 72% من العدد الإجمالي وهادي ورا فلم يشميش وفي حلم الياق هذا وهذا الشي اللي قال سين هما تدفعوا به في حين أن القانون إسناداً ومسلاكاً العدد الإجمالي ديالهم من غيروا الإطار إلى متصرف طرباوي هذا العدد الإجمالي ديالهم كلهم تتاخد منه فقط 36% أما هذك أحلام لها قادة ففي المش مش يا حبيبي ونحن هنا من أجلي يعني الكشف ديال جميل جميل عيوب توقو الخورق تجاوز التخارب يقولوش اني قالوا جوج الهم لك حل والتحراميات وتشالي ومن بعدها نظروا على فئات أخرى كالتخطيط والتوجيه لتاهم رغم غير قادوا لهم الأمور ديالهم واللي بقين في العاشر الدرجة الجديدة الدرجة التانية رعطوهم أربع سنوات جزافية وطرقية خلافاً للمدة 99 لأن الفوج الفين واثنين وعشرين قايتخرج في اربع وعشرين رأوا ولو تيتخرجوا باش عشرين اتنين وعشرين ولو تيتخرجوا بالحضاش وهنا عندهم واحد لذاك من بعدو نقول انا بضالة لشي يعني رغم ما غادي الحلول اللي داروا ليهم المبتاكارة حين تبين موساجة وبدال عليكم الحلول المبتاكارة مبتاكارة مبتاكارة يا مبتاكارة وحل شكارة يا الله ومبروك للإخوان والأخوات اللي توصلوا بمستحقات ديالهم مؤخراً يعني برسم تصقيف برسم أسانة ألفين وعشرين اللي هو بواحد واحد ألفين وواحد وعشرين مفعول مالي والكافاءة المهني ديالفين وواحد وعشرين وكل ما انت وصل بالروتابو داك مبروكون عليهم يا أتبارك الله عليكم وانتو مفرحوا اوه رحنا نحن نحتجو هاها العقبة شويوخ الطربية والتالي مفاكينش إذا تحية النضالية للإخوان الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات من طانجة إلى البورة ودوروا 120 شاو